أولا ينبغي أن نعلم أننا أمرنا أو أرشدنا إلى السحور نقول السحور والسحور كلاهما صحيح بالفتح وبالضم قد ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم ورد قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة والبركة هو تنامي الخير والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتسحر فمن لم يستطع ولو بشربة ماء لكن لأن السحور لماذا تسمي سحورا أو سحورا لأنه وجبة السحر الوجبة التي تأخذ في السحر فإذا أخذت في السحر من أجل الصيام أصبحت عبادة وتدينا وأصبحت بركة فأنا أعجب الواحد إذا تصحر وقت السحر وربما سيصوم مثلا فلنقول نصر ساعة من تصحر في الواحدة ليلا أو الثانية ليلا أو الثالثة ليلا فهذا سيصوم أكثر وإذن هو معرض للتعب أكثر وللإجهاد أكثر وما إلى ذلك وأقول الثانية ليلا وليس صباحا كما هو مشاه الثانية دياللي المشي ديال الصباح الصباح سيطلع الفجر إذن هذا من ناحية ومن ثم فالصحور بركة وسنة وإحياء للسنة إحياء للسنة إنما عشر الأنبياء في الحديث الشريف الذي رأى الإمام مالك في الموطة إنما عشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير صحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة تأخير الصحور سنة ومن البركة ومن الدين فمن بين قوسين تصحر أخذ وجبة في الثانية ليلا أو الثالثة فهذا ما تصحر هذا يأكل وليس لا يتصحر الصحور بهذه النية بنهاية التعبود بنية الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم